الحزب الاشتراكي في فيينا ملزم بالنجاح ليه ملزم بالنجاح برأيك أستاذ أحمد جميل جدا سؤال جميل جدا لأنه بصراحة حزب الاس بيو بحرب بقاء اليوم عندك الكي بيو عندك الاستغزة عندك حزب البيرة عندك حزب 11 حزب 11 حزب موجودين طبعا ويتفاوتوا ما بين مقاطع واخرى على حسب التوقيعات الموجودة فبالتالي اليوم حزب الاس بيو فعلا بحرب وجود هو بحرب وجود يعني هلا القراءات بتقلك 22.2 اخر احدث الاستطلاعات يعني عم يتصدر عم يتحدث شوي عم يطلع النيو سسعة سبعة الجرون تماني تسعة البير خمسة فاصلة واحد الكي بيو ثلاثة فاصلة واحد الاف بيو ستة وعشرين فاصلة سسعة تراجع شوي والاسبوع المقبل اذا الله تعالى امر طبعا منقرأ انا وياك كمان قديش الاف بيو قديش حتكون صارت استطلاعاته بعد هالعملية هالعملية هاي اللي صارت هالمسلسل وهالإدراما هاي اللي هو هربت كيكل طلع قال ان هو عايز اجابة من وزير الداخلية اذا كان عندكم اذا كان عندكم المعلومات دي ليتأخرطوا والموضوع اللي غير اخر واحد اللي يحكي بهذا الامر طبعا هو هربت كيكل رح نيجع لهذا الخبر بعدين مشان ما نخلطه امور بعضها فبالتالي بصراحة سازم دوح يعني الانتخابات بصراحة بيوضع يعني حار للغاية او ساخر كما يقال يعني 26.9 الاف بي او الافو بي ارتفع ايضا 23.5 يعني بمعدل نصف درجة اضافية زادت فيها زادت فيها نسبة الرأي والاستطلاعات الخاصة فيه فبالتالي فبالتالي بصراحة يعني المشهد الانتخابي السياسي ممضوح سيكون فعلا هذه السنة او هذه الفترة الانتخابية فترة تحتاج فعلا الى الكثير من الجهد من المنتخبين للأهزاب النمساوية الاس بي او وعندك حزب الخضر برضو تراجع طبعا حزب الخضر يعني هو ده حجمه تقريبا هو حجمه هو حجمه ما بين الثماني الاثناش بالمئة قفز عليه حزب النيوز يعني حزب النيوز صحيح 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 حزب الخضر مع الاسف يعني بسبب كتير قضايا يعني تتعلق بالمناغ تتعلق بالبيئة تتعلق بالغاز وغلاء الاسعار يعني في مين حملوا هذا الزنب ونفس الوقت طبعا حزب الوفوبي كمان حمل الزنب الاكبر يعني وخسر خسر يعني ما يصل الى عشرين بالمئة او عفوا عشر بالمئة من الناس وعدم التناغم بين احزاب الحكومة اليومين دول برضو بتلعب دور كبير طبعا نعم 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 فبالتالي فبالتالي وجه التراجع واضح بصراحة المشكلة وين انه اذا بتلاحظ اذا بتجمع انت الاس بي او مع الوفوبي 23-22 ما بيشكلوا الخمسين بالمئة يعني يحتاجوا الى ثلاث احزاب لتشكيل حكومة في حال لم يقتلفوا مع حزب الحرية الذي من المتوقع ان يتصدر الانتخابات ومن المتوقع ان يكتسح بصراحة يعني الاس بي او مع هذه الطريقة المزاجية التي تسير بها النمسا من الممكن ان يحصل ما يفوق الثلاثين بالمئة وبالتالي هذا يسمى اكتساح في الاف بي او يعني عندنا برضو لسه نفضل في الجدل ده لغاية على الاقل نهاية هذا الشهر يعني نهاية الشهر اللي بعده 29-9 عنا من اليوم خمسين يوم سيدي سكري من اليوم خمسين يوم عنا حتى دي يجي فترة يعني هنا المفروض من الوقت لغاية يوم الانتخابات يكون فيه مراقبة لكل الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية النمسوية وماذا تأثيرها على موضوع الانتخابات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر